اشتركوا في القناة قال ابو الوليد الباجي لم يكن بالاندلس مثل ابي عمر بن عبد البر في الحديث وهو احفظ اهل المغرب من مؤلفاته التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد قال عنه ابن حزم لا اعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف باحسن منه الاستذكار والدرر في اختصار المغازي والسير والاستيعاب في معرفة الاصحاب وغيرها ادرك الكبار وطال عمره وعلى سنده وتكاثر عليه الطلبة وجمع وصنف ورحل رحلات طويلة في غربي الاندلس وشرقيها وولي قضاء اشبونة وشنترين وتوفي بشاطبة توفي رحمه الله سنة ثلاث وستين واربعمائة من الهجرة اشتركوا في القناة